بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن أحد المشاهير من النجوم نبدأ حلقة اليوم بكلمة مأثورة تقول إن بعض المشاهير من النجوم يأتون ويرحلون دون أن يتركوا أثرا يستحق الذكر وبعضهم يتركوا أثرا يأبى النسيان أن ينتصر علينا قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ومن هؤلاء الممثل إبراهيم الشام حلقة اليوم عن الممثل إبراهيم الشام ولد إبراهيم الشام في 3 يوليو 1921 بقرية أبو صير مركز سمن نوت بالغربي أبوه كان تاجرا شقيقه الأكبر منه كان أكبر منه بستة عشر عاما التحق بالكتاب أتم حفظ القرآن الكريم أتم دراسته الابتدائية ثم انتقل إلى ضميات وأقام عند عمه لإتمام دراسته السنوية هناك على مسرح المدرسة قام بطولة مسرح يتيه فضلا عن حفظه الكثير من الشارع العربي مما ساعده على سلامة مخارج الألفاظ والخروف تزوج من ابنة عمه وأنجب منها سمانية أبناء بنتين وستة أبناء ثم انتقل إلى القاهرة وعاش في حي الحسين طيلة حياته كان محبا لجمال عبد الناصر في بداياته حتى أنه سمى ابنه الأصغر على اسمه ثم غضب منه بعد النكسة حتى أنه طلب من ابنه أن يختار اسما آخر يناديه به شارك في العديد من المسرحيات على مسرح الإخوان المسلمين وكانت من تأليف عبد الرحمن البنى صديقه وهو أخو مؤسس الإخوان حسن البنى ولكنه لم ينضم إليهم كما أشيعا كان يشاركه في بطولة هذه المسرحيات سراج مونير ومحمود المليجي وعبد المنعمة بولي وعبد البديع العربي وقد تم إزاعة هذه المسرحيات عبر الإزاعة المصرية في بس مباشر التحق الشامي بالجيش وكان ضابطا به واشترك في حرب 1948 تحت لواء البطل أحمد عبد العزيز وتم أسره وحكم عليه بالإعدام هو وحسن عبدالي ولكن زملاءهم تمكنوا من تحريرهم أسس المسرح العسكري وقدم المسرحيات التي سبق أن قدمها الرحاني وقام فيها بدور الرحاني وهو ما فعله فؤاد المهندس بعد ذلك انتقل إلى المسرح القومي وشارك في العديد من المسرحيات ثم انتقل عمل في السينما سنة 1952 حتى بلغت أعماله 150 عملا وقد انتدب للعمل بالمسرح القومي وهو ضابط بالجيش وهي سابقة لم تحدث لأحده التحق بالمعهد العالي الفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس وكان من الأوائل وحصل على شهادة تقدير لتمييزه في فن التنكر كانت آخر مسرحياته هي مسرحية دماء على أسطار الكعبة وهي المسرحية الوحيدة التي حضرها في المسرح الشيخ محمد متولي الشعروي شارك الشامي في مسلسلات كثيرة من بينها غويش وعلي الزيب والأيام والرحاية والشهد والدموع وكذلك أفلام تلفزيونية منها عندما يأتي المساء وأيوب ساهم في كتابة سيناريو لبعض الأعمال منها إسماعيل ياسين في الجيش كذلك ساهم في إنشاء شركة للإنتاج الفني مع الملحن محمد الموجي والمخرج السيد بدير والمخرج السوري نذير عقيل إلا أن الشركة خسرت خسارة فادحة ضاعت فيها مدخرات ومنصار زوجته في عام 1985 احتفل الشامي بزفاف نجله محمود ثم سافر إلى تونس لتصوير مسلسل غويش سافر العريس إلى اليونان لقضاء شهر العسل وفي رحلة العودة تم اختطاف الطائرة والهبوط بها في ملطة وعلى أثر اقتحام قوات الصاعقة المصرية للطائرة قام العريس بالقفز من باب الطوارئ مع أربعة لكاب آخرين فتم استهدافهم برصاص لاعتقادهم أنه أحد الخاطفين وقد استشهد ابنه في هذه الحادثة على أثر ذلك وقد أثرت وفاة الإبن بعد أيام من الزفاف وبهذه الطريقة على الشام بدرجة كبيرة إلا أنه ظل متماسكا ورفض إقامة العزاءات كالخميس والأربعين لأنها ليست عادات إسلامية ثم استحب أسرته بالكامل لأداء مناسك العمر على نفقته وقد توفي الشام بعد ثلاثة أيام من مرض قصير ألم به في مستشفى كبر القبة العسكري بعد أن سوى كل حساباته مع الضرائب ورفض قبول أي عمل جديد كأنه يستعد للموت وخرجت الجنازة من المسرح القومي إلى مسجد الحسين للصلاة عليه كان ذلك في يوم 13 سبتمبر 1990 عن عمر 69 عاما رحم الله إبراهيم الشامي صاحب الأدوار التي لا تنسى الأدوار التي قد تبدو صغيرة ولكنها في الحقيقة لا تنسى من منها ينسى دوره في بين القصرين أو في الزوجة الثانية أو في فيلم الأرض أو في رجل بمعنى الكلمة أو في إعدام ميت أو في كتيبة الإعدام هذه الأدوار أصبحت علامة من العلامات التي لا تنسى برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته